في مقابلة خاصة مع الغد كشف الرئيس القبرصي أن سفينة ثانية سوف تتجه إلى غزة غالباً هذا الأسبوع وأكد أن هناك سفناً أخرى سوف تنطلق من قبرص إلى القطاع حال توفر الشروط مؤكداً استمرار العمل في الممر البحري نحن نعمل على تجهيز سفينة ثانية سوف تنطلق من قبرص إلى غزة غالباً هذا الأسبوع لا يمكنني أن أعطيك الوقت بالتحديد لكننا سنسير سفناً أخرى حال توفر الشروط وأكد أننا نبذل كل ما في وسعنا لإصال المساعدات